طب أنت تكلمت عن البيئة بتاعت البيت وكذا لكن بيئة العمل عشان أنا أضمن إنتاجية قوية أضمن أمان في العمل أضمن حماية موظفيني حتى هم موجودين كلمنا عن البيئة بتاعت العمل وهمية كمان الصحة الصحة السلام نعم في بيئة العمل إنه مثلا أنا كالسيفتي لابد من الأول أدرس بيئة العمل دراسة دقيقة جدا أعرف جميع مكونات بيئة العمل وطرغ التشغيل لأي جسم من الأكثر من هذه الطرق أنت بتعرف أنه أي جسم طرغ المخاطر بتختلف من الجسم الآخر يعني مثلا مشغلين معدات متعرضين أنه مثلا انحشار على المعدة قطع يتكهرب يعني مثلا لابد أنك تعرف كل الاحتمالات وقع وقع كل الاحتمالات لسهج المعدة لابد أن تدرسها ولابد أن تعمل على حماية هذا المشقل بالمعدات والوغاية مثلا المعدات والوغاية مثلا الخوزة والشوز والخفازات الأساسية أنه بتحميه حتى طرق الخروج والإكزيت في الطوارئ يعني أو يحدد لك مثلا عندنا زي قناتنا مثلا داخل على يمينك مخرج يمينك شمالك بيكون في مخارج للطوارئ الليل والأقدرية نعم فيه خطة إخلاء بتكون موجودة على البابا وما تدخل بتشو خطة الإخلاء يدرب العاملين برطاني نعم جميع العاملين في المنطقة لا بد أن يعرفوا المخارج ولا بد أن يعرفوا نقطة التجمع ولا بد أن يعرفوا مكان الطفائيات الحريق ولا بد أن يعرفوا أنواع الطفائيات كلها الموجودة وكيفية الاستخدام وجرس الإنزار وكل هذه الأشياء الناس الموجودة في منطقة العمل